طيب هنبدأ بقى اول اخبارنا في برنامجكو النواردة ملعب الناشئين فوز فريق نادي الزمالك لكرة القدم موليد 2007 على البنك الاهلي بنتيجة هدف دون رد اطار اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي البنك الاهلي بالجولة الخمستاشر بطولة الجمهورية للناشئين لهذه الموليد سجل هدف المباراة يوسف عمر برضو كمفاز فريق 2007 على زد بنتيجة 3 اهداف مقابل هدفين كانت وراء قوية جدا وحامية الوطيس كانت على ملعب مجمع ملعب الراحل برايم يوسف بالقلعة البيضاء بالجولة 16 احرز اهداف نادي الزمالك احمد عبد الرحمن الهواري صلاح محمود واحمد محمد علي الشهير بسينة جبنا سينة ده على فكرة هنا في برنامج ملعب الناشئين وتكلم بشكل كبير جدا جدا جهاز الفن فريق موليد 2007 كابتن احمد رزق المتقلق مع هذا الفريق بشكل كبير محمد مصطفى حمد صالح مدربين مساعدين تامر وحيد مدرب حراس مرمى عمر عبد التواب اداري ابراهيم عبد الرحمن اخ الصائد تأهيل واسابات محمد نوسا عامل مهمات بعد النتائج دي اه تواجد الفريق 2007 في المركز الرابع برصيد 34 نقطة خلف برامز المركز التالت برصيد 35 نقطة وامبي الاول ب38 نقطة والاهل التاني ب88 نقطة خلي بالكو المسافات قريبة يعني نادي الزمالك 34 بونت الاول امبي 38 العملية قريبة جدا يعني مطش واحد هم يتعادلوا مباراتب انت في الاول وانا اعتقد ان الموليد 2007 الحقيقة هترجع ان شاء الله بازنه سريعا القمة لانها كانت مصدرة القمة ولكن الحقيقة كان فيه خطأ اداري كده حصل للأسف الشريد وتخصم ثلاثة بونت دولة تلاثة بونت دولة كان زماله دلوقتي هو في المركز التاني على الاقل بجدارة لكن بنتكلم على فريق صاعد واعد عنده مدرب محترم كابتن احمد رز وجهازه معاون محمد مصطفى وحمدي صالح من الاجهزة الفنية المميزة جدا في نادي الزمالك معاون طبعا تامر وحيد حراس مرمى ابن كابتن وحيد مراد طبعا نجم المخلون عربي السابق